موسيقى حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن رفض بعض المرشحين الجمهوريين لأستباق الانتخابي وقبول نتائج الانتخابات النصفية يمهد الطريقة للفوضى وقال بايدن في مقتطفات نشرها البيت الأبيض أن هناك مرشحون يتنفسون على مناصب في كل المستويات في الولايات المتحدة لا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخضونها هذا وناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين بأن يصوتوا في الانتخابات النصفية المقبلة وفي تصريحات له مساء الأربعاء بيّن بايدن أن الأمريكيين يواجهون لحظة فارقة وأن عليهم أن يوحدوا صوتهم كدولة للحفاظ على الديمقراطية وقال بايدن أنه لا مكان لترهيب الناخبين أو للعنف السياسي في الولايات المتحدة أعلم أن هناك الكثير من الأمور على المحك في هذه الانتخابات النصفية من الاقتصاد إلى الأمن للحريات الفردية ومستقبل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وميديكير كلها أمور مهمة لكن لدينا آراء مختلفة وهذا ما يفترض أن يكون لكن هناك شيء آخر على المحك وهو ديمقراطيتنا لست وحدي من أرى ذلك بل حتى أحدث استطلاعات الرأي وجدت أن نسبة كبيرة من الأمريكيين يرون أن الديمقراطية في خطر وأنها تحت التهديد وهم قلقون بشدة لذلك اليوم أناشد كل الأمريكيين بقد نظر عن انتمائهم الحزبي للالتقاء عند هذه اللحظة الوطنية المهمة يجب أن ننتخب فليست فقط السياسة الحالية على المحك بل أيضا دستورنا قالت شركة كاتليست لتقديم البيانات وتحليلها أن هناك تزايدا في إقبال الأمريكيين على التصويت المبكر في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة كما بيّن تقرير لمؤسسة جالوب الاستشارات أن نسبة الانتخاب المبكر عن طريق البريد ربما ستكون أعلى هذا العام مقارنة بالانتخابات النصفية السابقة نحو 28 مليون بطاقة اقتراع تم الإدلاء بها في 46 ولاية أمريكية وفقا لبيانات مسؤولي الانتخابات حسب شركة كاتليست لتقديم البيانات وتحليلها رقم يعكس تزايد إقبال الأمريكيين على التصويت المبكر في الانتخابات النصفية حيث تقدمت الأرقام على ما كانت عليه في عام 2018 في بعض الولايات خصوصاً في ولاية جورجيا حيث وصل عدد بطاقات الاقتراع نحو المليونين كما وصلت نسبة التصويت المبكر في ولايات نورث كارولاينا وأوهايو وفلوريدا إلى مستويات عام 2018 وبيّن تقرير لمؤسسة غالوب للاستشارات أن نسبة الانتخاب المبكر عن طريق البريد ربما ستكون أعلى هذه السنة مقارنة بالانتخابات النصفية السابقة وحسب التقرير قال أربعة من كل عشرة ناخبين مسجلين في الولايات المتحدة إنهم يخططون للتصويت قبل يوم الانتخابات كما وجد استطلاع غالوب أن التصويت المبكر هو الأكثر شيوعاً بين الناخبين الذين يعيشون في غرب الولايات المتحدة حيث يخطط ما يقرب من ثلثي السكان هناك للتصويت مبكراً في المقابل يعتزم عدد أكبر من الناخبين في الجنوب للتصويت مبكراً مقارنة بالشرق والغرب الأوسط ويميل كبار السن والنساء أكثر من الناخبين الأصغر والرجال للإدلاء بأصواتهم قبل يوم الانتخابات حسب تقرير مؤسسة غالوب ارتفاع التصويت المبكر في الانتخابات النصفية يعزوه البعض لتوسيع بعض الولايات كفرجينيا وفيرمونت وميشيغان إمكانية التصويت عبر البريد فيما اعتمدت ولاية أوريغان التصويت عبر البريد بالكامل كما يرى كثيرون أن الإقبال على التصويت المبكر ارتفع بعد لجوء كثير من الأمريكيين على التصويت عبر البريد خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة بسبب وباء فيروس كورونا هذا وأعرب سياسيون ديمقراطيون وجمهوريون عن قلقهم من تنامي العنف السياسي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وذلك على خلفية الهجوم على مسكن رئيسة مجلس النواب الأمريكية الديمقراطية نانسي بلوسي والاعتداء على زوجها وذلك قبل أيام قليلة فقط من موعد إجراء الانتخابات للمرة الثانية خلال شهرين يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن لمواطنيه للحديث عن حماية الديمقراطية من مخاطر قائمة حولها وتهدد وجودها بعد ذلك الخطاب الذي ألقاه بمدينة فلدلفيا وقبل أيام قليلة من موعد انتخابات التجديد للكونغرس يعود بايدن لمخاطبة الأمريكيين حول هذا الخطر وتأكيد ضرورة العودة إلى قيم المنافسة والقبول بنتائج العملية الانتخابية كما جرت العادة دائما في أمريكا أدعو الديمقراطيين وأصدقائنا الجمهوريين والمستقلين للعمل معا ومواجهة هذه اللحظة التاريخية لأننا قادرون على ذلك نحن الولايات المتحدة الأمريكية خطوة بايدن تعقب حادثة الهجوم على مسكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بولاية كاليفورنيا وتعرض زوجها للاعتداء وهو الحادث الذي خلف موجة استيهاء واسعة في كامل البلاد ومن قبل القيادات الجمهورية والديمقراطية على حد سوا لكنه في المقابل أعاد إحياء تلك المخاوف المتعلقة بأمن السياسيين وأمن العملية السياسية بكاملها في مجتمعنا بات استخدام العنف ضد قادتنا السياسيين أمرا مقبولا وهذه ليست أمريكا التي نريدها الاعتداء على عائلة بيلوسي وقبل ذلك الهجوم على مبنى الكابيتول في عقاب انتخابات الرئاسة قبل عامين والمصار القانوني الماراتوني الذي شهدته البلاد جعل من العنف السياسي عنوانا رئيسيا لقلق الأمريكيين على مصار الانتخابات المقبلة خاصة في ظل ظهور حالات للتضييق على الناخبين بولاية أريزونا وزارة العدل ملتزمة بضمان اقتراع حر ونزيه ولا نسمح بتخويف الناخبين لكن في مقابل ذلك يقول هؤلاء أن الأطراف جميعا تعلمت ذلك الدرس القاسي من الانتخابات الماضية وذلك من خلال المحافظة على القيم الأمريكية والتي هي القبول بنتائج أي عملية انتخابية والقبول بها ليس فقط على مستوى سياسي ولكن من خلال ممارستها على أرض الواقع وفي ذلك أفضل عنوين الديمقراطية الأمريكية رابح فلالي الحرة ووشنطن الآن سنلقي نظرة سريعة على ولايتين هي كولورادو وفلوريدا لنعرف بعض التفاصيل عنها هذه الولاية ولاية فلوريدا معروفة بأنها ولاية طبعا فيها الشمس حتى في فصل الشتاء ولكن لنتعرف على بعض الأرقام مثلا مساحتها تصل إلى مائة وسبعين ألف كيلومتر مربع أما السكان في هذه الولاية فيصل عددهم إلى أكثر من واحد وعشرين مليون وخمسمائة ألف نسمة أما الناتج المحلي القومي لهذه الولاية فيصل إلى أكثر من تريليون أي تريليون ومائة مليون دولار لنلقي نظرة أيضا على تمثيلها في الكونغرس الأمريكي أولا في مجلس النواب هي تعطي في مجلس النواب نحو ثمانية وعشرين نائبا عشرين منها جمهوري وثمانية تميل للديمقراطيين أما في مجلس الشيوخ فهناك مقعدان طبعا المقعد الأول لماركو روبيو السيناتور الجمهوري والمقعد الثاني أيضا هو لسيناتور جمهوري وهو ريك سكوت لننتقل الآن إلى ولاية أخرى وهي كما قلنا ولاية كولورادو هذه الولاية عادة تعطي في مجلس الشيوخ أصواتها للجمهوريين ولكن في مجلس النواب هي منقسمة كما نرى هنا مساحتها تصل إلى مائتين وسبعين كيلومتر مربع عدد السكان فيها يصل إلى نحو ستة ملايين نسمة أما نتيجها المحلي فهو يصل إلى تقريبا أربعة مليارات دولار إذن كما تحدثنا عن مجلس النواب هناك انقسام ثلاثة مقاعد تميل للجمهوريين مقعد واحد عادة متأرجح وتحدثنا عنه في نشرات سابقة أما أربعة مقاعد محسومة تميل للحزب الديمقراطي أما مجلس الشيوخ أيضا تقدم هذه الولاية مقعدين في مجلس الشيوخ كما ولاية فلوريدا أما الآن نقدم لكم معلومات وبطاقات تعريفية وافية عن ولايات إلينوي إنديانا وألاسكا فلنتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بين السياسيين لسيما مع اقتراب المواعيد الانتخابية لماذا؟ فلنتابع معا في هذا التقرير المتشردون عادة ما يكونون محل اهتمام الجمعية الخيرية والسلطات المحلية غير أنهم في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا تحولوا إلى مادة انتخابية وباتوا يشكلون عنوان نقاش سياسي واسع بسبب أزمتهم المستمرة حل مشكلة المواطنين من دون مأوابات البوصلة لاختيار الناخبين لممثليهم تبعا لقدرة هؤلاء على وضع حد لأزمة ما يقارب 67 ألف شخص يبيتون في الشوارع وتمثل أزمة المتشردين ضغطا متزايدا على السياسيين في المدينة بسبب زيادة أعداد الفقراء الذين لا يمتلكون منازل ويعيشون في الشوارع وبالنسبة إلى مسؤولية المدينة فإن مخيمات المتشردين أصبحت تشكل تهديدا على الصحة والسلامة بالإضافة إلى التهديد الأمني للأطفال بعد انتشار هذه المخيمات قرب المدارس والحل وفق هؤلاء حضروا هذه المخيمات قرب المدارس وإزالتها من الأماكن العامة في المقابل تعكف مدينة لوس أنجلوس على تخصيص نحو مليار دولار للحد من الظاهرة من خلال استخدام مساعدة حكومية وفيدرالية من أجل بناء منازل للمتشردين لا سيما أن كل محاولات السلطات المحلية لوضع حد لهذه الظاهرة لم تلقى إجماعا من سكان المدينة وبعيدا عن ما يمكن أن تقوم به السلطات الحالية فإن سكان المدينة يتطلعون إلى ما يمكن أن يقدمه السياسيون الذين يرغبون في تمثيل المدينة في المجالس الانتخابية فجزء من سكان المدينة عادة ما يعلنون تضامنهم مع المتشردين من خلال تنظيم تظاهرات تدعو السلطات لتدخل من أجل إنقاذهم غير أن آخرين لا يريدون سوى التخلص من المتشردين الذين أصبحوا في نظرهم يشكلون تهديدا لسلامة السكان والمحيط بين الرافضين والمؤيدين يجد السياسيون أنفسهم في مأزق لاستمالة الناخبين للتصويت على مشاريعهم التي عادة ما يكون ملف المتشردين من أهم محاورها اشتركوا في القناة